يعني نورهان صباح الخير عليك وصبح عليك اكيد انا وكل دولاتي جماهير يعني قناة الاهلي والنادي الاهلي صباح الخير عليك اتفضل يا صباح الخير يا نهواند وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان احنا هنا من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيرة زي ما عودناكم ونطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي يمكن طبعا في الساعات الاولى من صباح اليوم العاملين استعدوا على قدم الوساخ لاستقبال اعضاء الجامعية العمومية ولازالت التشديدات على الإجراءات الاحترازية على بوابات النادي التلاتة صارمة جدا تخوفا من تفشي فيروس كورونا أما بقى نروح لأخبار النادي ومعانا أول خبر من الفريق الأول لكرة القدم النهاردة إن شاء الله ساعة خمسة الفريق هيستأنف تدريباته لاستعدادا لمواجهة المقاولون العرب غدا وديا وطبعا على ملعب مختار التش النهاردة وده طبعا بعد مواجهة بتروجيت الماضية الودية واللي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين كابتن بيتش موسماني المدير الفني للفريق وقف طبعا على العديد من المكاسب الفنية في المباراة الماضية واللي كان أهمها عودة محمد محمود مرة أخرى من الإصابة ووليد سلمان وإشراك أحد الصفقات الجديدة حسام حسن القادم من سموحة وأيضا إشراك بعض العائدين من الإعارة على رأسهم عمار حمدي ملامح تدريبات النهاردة أو ملامح لمباراة غدا أنه لويس ميكي سوني الصفقة الجديدة من المحتمل أن تشارك غدا أمام المقاولون العرب ولكن ذلك ليس بصفة رسمية حتى الآن غدا إن شاء الله الفريق هيدخل معسكر مغلق بالأسكندرية استعدادا لمواجهة طلاع الجيش في السوبر المحلي يوم 21 من الشهر الجاري وطبعا تفاقل كبير جدا بعد إعلان اتحاد الكرة تعيين طاقم الجزائري بقيادة الجزائري مصطفى غربال يعني اللي يمكن جماهير النادي الأهلي اعتبروه وش السعد على الفريق بعدما أدار أهم مباراتين يمكن أفريقيتين للفريق في الأيام الماضية أو في الفترة الماضية أهمهم طبعا مباراة نادي الزمالك اللي كانت فيه نهاي دوري أبطال أفريقيا كمان مواجهة نهضة بركان في السوبر الأفريقي وقدر النادي الأهلي أن هو يحقق البطولتين نروح بقى للفرق الأخرى المتنوعة ورجال السلة غدا هيواجه فريق القاهرة ضمن منافسات بطولة القاهرة للسلة كان النادي الأهلي حقق الفوز في جميع مبارياته منذ انطلاق البطولة على حساب مصر البترول وطلاع الجيش والمصرية للاتصالات أما بقى على صعيد كرة اليد فغدا أيضا النادي الأهلي هيواجه نظيره البنك الأهلي الساعة 4 على صالة النادي الأهلي أما بقى منتخب مصر الكرة الطائرة واللي طبعا بيضم عدد من لعبي النادي الأهلي أنهى طبعا منافسات بطولة الأفريقية للكرة الطائرة برواندا وحقق منتخب مصر المدالية البرونزية دي كانت أبرز أخبارنا هنا من مقر نادي الأهلي بالجزيرة شكرا لكم جدا وعودة إلى الستوديو مشكورة جدا هذه التغطية نورهان شكرا لكم